المحطات الثقافية والفنية ساعة 9.10.11.12 منتصف الليل وبهيدا الاداس الساعة 12 رح بتم ذكر كل العجائب اللي تسجلت خلال هيدا السنة على انه تتوالى الاداديس بكرة ابتداء من الساعة 6 صباحا ومن بعدها 7.8.9.11 والاداس الختامي رح بيكون الساعة 5.6.7.8 وصولا لكمان اداس منتصف الليل منسمع من سيدة ماجي دارومي يا غافي بأخبارنا عن شو عم بيحكوا هالبنات فيديو جديد لمنظمة كفا بمناسبة اليوم العالمي للسكان فتيات صغار عم بيرفعوا الصوت ضد تزويج القاصرات وللمشاركة فيكن هاشتاك حكي بنات لرفع الوعي حول مخاطر الزواج المبكر طيب مين بيمدى عنا بيئة و جوزة ممنوع أصهر كتير بس مين بيصهر عاولادي ممنوع ولد مثلي يشتغل البيت والعائلة والمشتغل ممنوع أحضر فلومي لفوق 18 لش اللي ممكن يصير معين مش أهلاف من أي فيلم هالعمر مبده حدا يعيط لي ماما بأخبارنا و بجولة على المهرجانات مهرجان عيناتها الأرز 2016 بتضمن محطات ثقافية وفنية عديدة والبارز انه رح يتضمن مسابقة وبطولة بلعبتين هن طولة الزهر والليخة السبت 30 والأحد 31 تموز وفي عليهم جوائز للرابحين الجايزة الأولى 100 مليون ليرة لبنانية والجايزة الثانية 600 ألف ليرة لبنانية أيضا بأخبارنا ومن بعد عام ونص من الاستعدادات وبخطوة جريئة والأولى من النوع بالدشن حمانة دار الفنان مكان مخصص لفنون المسرح والفرجة بإدارة مجموعة كهرباء المجموعة المعروفية التي تأسست عام 2007 الساعة 3 نهار السبت 30 الشهر رح يتم وضع حجر الأساس على أن تتوالى العروض مع مسرح سيرك أوبرا مع المغنية اللبنانية أليزابات باز والختام مع نكهة شرقية مع الفناني ريم خشيج وفرقتها الموسيقية نسمعه من بعد ما تم تأجيل لموعد المؤتمر الصحة في دومة بترجع بتالون عن الموعد الجديد للإعلان عن فعاليات مهرجانا لصيف الـ 2016 الموعد إذن رح بيكون 3 المقبل 19 الشهر الساعة 11 صباحا بوزارة السيحة القاعة الزجاجية والافتتاح بمهرجان دومة رح بيكون بأمسية تحت عنوان رؤى موسيقية مع الفنان جمال أبو الحسن بالاشتراك مع كورال الفيحاء بـ 29 تموز كنا عم نشوف الفنان جمال أبو الحسن اللي رح بيكون بافتتاح مهرجانا دومة بـ 29 الشهر وبالحديث عن دومة بدأ أرجع أذكر بالمسابقة اللي أطلقتها وزارة السياحة بالاشتراك مع لوريون لوجور حول أي ممطقة وأي ضيعة مفضلة عند اللبنانيين دومة بتحمل الرقم 3 إذا بتكون صوته صوته برعاية رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع بيدعي الكاتب جورج حايك إلى حضور حفل توقيع كتابه اللي بيحمل عنوان على دروب المقاومة وبيتخللوا كلمة للاستاذ بيار جابور بالإضافة طبعا لا كلمة للكاتب بالإضافة إلى عرض لفيل موثائقي الموعد اليوم السبت 16 الشهر ستة بعد الظهر بمركز صوت المحبة الثقافة مسرح جورج الخامس بأدونيس افتتاح مهرجان بيت الدين أقد ضجة كتير كبيرة مع عرض من بوليوود والفعاليات عامة التالة ونحنا بأقرب المواعيد رح مكون على موعد بـ 29 تموز مع تحية إلى الفنان زكي نصيف مع جيمة نوكيانس وما يبعل بكي جذاف عطية رانين شعار وزياد الأحمدية ومنها المجموعة منسمع جذاف عطية أكيد المحطات كتير ضمن مهرجان بيت الدين نبقى مذكر فيها تباعا إنما اللي ما بيتغير هو الفنان قادم السهر اللي بيقدم كل سنة أمسيتين وموعدهم هالمرة بـ 5 و 6 أب نسمع من قادم السهر موسيقى 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 هالسوق ابتداء من ساعة 3 بعد الدور وبيستمر لغاية الساعة 1 بعد نص ليل وبالحديث عن الباترون لكل يلي رح بروح ليشارك بسوق الطعام بيقدر يتوجه بالليل إلى مهرجاننا الباترون إلى المدرج يلي عم بيستقبل محطات فنية عديدة وانتو اليوم على موعد مع أمسي مع The Voice Kids ومن هالأجواء منسمع موسيقى بخبر أخير ومن بين المهرجانات يلي عم بتصير تحديدا بيك فردبيان قلعت كفردبيان بتستقبل الفنان جورج وصوف نهار ثبت المقبل 30 شهر قبل ما نختم هالفقرة منذكر اليوم ضمن سالون السابت 8 ونص مع زميلتنا وردي عبر إذات الشرق ضيفة لليوم هو النائب جمال جراح وراء العام هلأ خلونا نعرف أكتر عن أحوال طرقات مع بيارات المؤهل أول محمد معتوق من غرفة العمليات المشتركة يتابع لهيئة دارة السير معنا على الخط لنأخذ منه تفاصيل عن وضع الطرقات حاليا صباح الخير صباح الخير يعطيك العافية ألا يعافيك تفضل حاليا عنا حركة عادية جدا خاصة عمد داخل بيروت معنا عوائق معنا حركة ناشطة بأي مكان إلا باستثناء عنا حركة ناشطة كونيش مزرعة بتجيه الساقنة الحلو والحائق بتجيه يسرواطي قزيك عمنا حركة ناشطة مش ويفات بتجيه الحدث جاليري سمعا نعم ما دون توقف معنا أي عوائق لحد الساعة إن شاء الله يدلوا هيك كل نهار السير معنا اليوم السبت والعالم تروح البحر أكيد إن شاء الله نحن نتمنى أكيد لموطن عطلي جيدة خلال السبت والأحد بالنسبة للحوارث خلال 24 ساعة الماضية صار عنا 8 حوارث نتج عنه 12 جريح وللأسف نتج عنه كمان أتيلين بحادث صدم نعم مخالفات الرضاء خلال 24 ساعة الماضية صار عنا خمسمية واثنين وعشرين مخالفة رضار سرعة زيدي نعم أكيد نحن عبركم نحن نتمنى على المواطنين تأيدوا بالإشارات والسرعة المحددة لكل طريق نعم فيش أشغال كان في أشغال صغيرة مش كتير كبيرة على تستراج جلدي بالزلق عجانة بالطريق بعدها مستمرة نحن نشغل ليلان كان في عنا نحن أشغال ليلان بنفق سليم السلام نعم من الساعة 11 ل5 انتهت وكان عنا كمان أشغال تسفيت بنفق المطار المسلكين كمان انتهت ليلان نعم نعم نتشكرك على وقتك نمو أهل أول محمد مع تو ومنتمنى لكويك أنت حلو رح نتقف هلأ مع بريك علينا ومن بعده منتابع أخبار الصباح مع تقريرنا المنوعة على اليوم كمان أخبار الصباح ومن ترجم الآن ترجمة نانسي قنقر